أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء 137 بعثة دبلوماسية مصرية في 121 دولة حول العالم من أعمال فرز أصوات الناخبين بالخارج في الانتخابات الرئاسية أوضحت الهيئة أن العملية الانتخابية شهدت أقبالا ملحوظا من قبل المواطنين في الخارج في ظل الضمانات والتسهيلات التي اعتمدتها الهيئة وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن السفرات والقنصليات المصرية قامت بإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وإثبات عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين الأربع في الانتخابات وإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك الإجراء وإرفاقها مع كافة أوراق العملية الانتخابية في مضارف مغلقة وإرسالها إلى الهيئة عن طريق وزارة الخارجية حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد عقب الانتهي منه ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة ترجمة نانسي قنقر